حياكم الله وإلى التفاصيل صورة لأحد المصاحف الصادرة عن دار البر بطبعته الرابعة أحدثت جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن وذلك لورود اسم سورة الإسراء باسم بني إسرائيل هذا الأمر دفع وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية إلى مطالبة المواطنين بإبلاغها في حال كانت لديهم نسخ قديمة أو غير مجازة حيث يتعين عليهم إعلام الوزارة قسم المصحف الشريف بتلك النسخ ليتم تدقيقها واتخاذ القرار المناسب حيالها تم البحث عن هذا المصحف الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي فلم نجد نسخة موجودة داخل مساجدنا ولله الحمد والتوفيق وهي نسخة قديمة تبين أنها نسخة قديمة وبالنسبة لقضية التسمية من الناحية الشرعية نحن نعرف أن صورة الإسراء تسمى بصورة بني إسرائيل وقد ورد في الأحاديث النبوي الشريفة أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى صورة الإسراء بصورة بني إسرائيل لأنها في أغلب آياتها تتحدث عن بني إسرائيل شوارع كثيرة في الأردن تحمل اسم شارع الموت وطريق معان أحدها فقد أودى آخر حادث مروري على طريق معان المدورة في الشيدية أودى بحياة ستة أشخاص وأوقع أضرارا مادية جسيمة في المركبات ويرجع المواطنون سبب تكرار هذه الحوادث إلى مشاكل في البنية التحتية للطريق لنتابع طريق الموت اسم يطلقه مواطننا في مدينة معان على الطريق الواصل بين مدينتهم وبلدة المدورة على الحدود الأردنية السعودية الذي يشهد حركة سير النشطة بشكل يومي من مسافرين موظفي شركات العاملة في منطقة الشيدية نحن موظفين شركات مناجم الفوسفات نذهب على هذا الطريق طريق الشيدية معان يوميا صباحا ومساءا ونتعرض إلى الخطر وذلك بسبب أن هذا الطريق مصرب واحد فقط نتمنى من الجهات المسؤولة أو من الحكومة أو من وزارة الأشغال العمل على حل هذا الطريق وجعله مصربين وذلك تفاديا للخسائر المادية والبشرية يا عمي هذا طريق صحراوي خط دولي وطريق ذيقة وداما نحن نجي من معان بالروعة الشيدية بالروعة المدورة طريق ذيقة ومدي أدمي محفرة مكسرة بتجي تتجاوز عن تريلا بتبنكت بتجي تتجاوز عن صيارة صغيرة بتبنكت بتبنشر ما بتعرف توقف لا عيمين ولا على يصار ولا في إنارة ولا طريق ولا جزيرة وسطية بعدها توسيع بعدها شغل الطريق صارها مئة سنة الطريق سنوات عديدة مرت على الطريق دون أي عملية صيانة جوهرية والجهات الرسمية تبذل كافة الجهود المطلوبة ضمن الإمكانات المتاحة وعلى رأسها مدرية أشغال محافظة معان ولكن العائق المالي يحول دون إنشاء طريق جديد كما يطالب مرتادوه توجهت مع الوزير قبل شهر تقريبا قامت الوزارة بعمل تخطيط لهذه الطريق بالإدهان بطول حوالي 40 كيلو متر المنعطفات كذلك الطريق طبعا وزارة الأشغال عملت عليه على مراحل حوالي 40 كيلو متر عمل أكتاف لهذه الطريق إلا أنه يعني ضمن الإمكانات والمخصصات المتوفرة لدينا إحنا الطريق وضحها أنا بقدر أحكي لكم أنه وضحها جيد جدا لكن اللي أنا شاهدته صراحة صراحة هذا اليوم عندما توجهت إلى منطقة سيشيدي إلى المكان الذي حصل فيه هذا الحادث إحنا بنترحم عليهم جميعا حقيقة الله يرحمهم لكن حسب الرأي الفني أو الرأي أخوانا في السير كان هناك تجاوز مصرب خاطئ الطريقة الشيدية هو الطريق سيد المعروف ما من دوار الببسي وحتى الوصول إلى الحدود السعودية للمنطقة المدورة هذا الخط ممتد تقريبا حوالي 120 كيلو متر إحنا مراكزنا موزعة على ثلاث مواقع الشيدية وبطن الغول والمدورة بواقع 35 كيلو عن كل المركز عن المركز الآخر سياراتنا جاهزة ومعداتنا والقول بشرية جاهزة على مدار الساعة لتقديم أي خدمة لأي طارق الطريق هذا نطلب من أخوانا السواقين أن نتوقع الحيطة والحذر والسير حسب قواعد السير نتيجة تكرار هذه الحوادث على هذا الطريق يذكر أنه منذ بداية العام الحالي وحتى اليوم وقع على الطريق 37 حادث إنقاذ خلف 45 إصابة و13 وفاة تتزايد مطالبات المواطنين بإعادة إنشاء هذا الطريق للتقليل من نسب الحوادث الواقعة عليه ويرى مراقبون أن على مرتديه أخذ الحيطة والحذر باتباع الشادات المرورية لازمة من محافظة معان أحمد العجلوني رؤيا 50% من الوفيات في المملكة مرتبطة بشكل مباشر بالتدخين أي أن هناك 29 حالة وفاة في الأردن أسبوعيا بسبب التدخين وهي نسبة من أصل 65% من الأردنيين الذين يدخنون هذه أرقام صادمة وتدل على مؤشرات خطيرة حول مضاعفات التدخين والأمراض التي يسببها المزيد في هذا التقرير الأرقام الصادمة التي قالتها المذيعة قبل قليل ليست مجرد أرقام سردية تعبر أذانكم وكأنها لم تقرأ وإنما هذه الأرقام حقيقة مرعبة تلزمنا الوقوف لبرهة للتبعون بها وأنت تسير في الطرقات أو تذهب لمكان عملك منزلك زيارة بعض الأصدقاء قد لا يخلو منزل واحد في الأردن من التدخين عندما يبلغ عدد الأردنيين الذين يدخنون أكثر من 65% ويتسبب التدخين بشكل مباشر في وفاة 50% منهم فهذه دلالات تستدعي التنبه لها رئيس قسم الأمراض الصدرية والعناية الحثيثة في مركز الحسين للسرطان الدكتور فراس الهواري أعلن أن 40% من الوفيات مصابة بمرض القلب و15% منهم مصابة بالسرطان والتي تعادل وفاة 29 حالة في الأردن أسبوعيا نتيجة التدخين وأضراره التدخين هو العامل المشترك بين جميع الأمراض السارية الأربعة اللي إحنا أكتش نسمع عنها اللي هي السرطان أمراض القلب والشريين السكري وأمراض الجهاز التنفسي إذا بنتطلع إيش العامل المشترك بينهم كلهم إنه منلاقي إنه التدخين مسبب فيهم كلهم وليس فقط التدخين كمان التعرض للتدخين القصري فإحنا مش بس المدخن بنصاب بهاي الأمراض وإنما أي شخص عايش بيجاو كل التدخين وإحنا بالأردن للأسف كلنا معرضين للتدخين القصري وما بنروح مؤشرات طبية تنذر بارتفاع نسبة الإصابة بين الذكور خلال بضع سنوات إلى 88% وعلى أن التدخين مسبب رئيسي لسرطانات الرئة والقولون والرأس والعنق والدم ولكن هل يعي الناس مقدار هذه الخطورة؟ أنا بأرقل في البيت بس أنا ضد الدخان إطلاقا عمينا أنا بعرف أن الأرقيل مضرة في الصحة أكثر من التدخين بس قناعتي في الأرقيل أكثر من التدخين أنا بدخن ووش اسمه؟ عارف أنه مضر بس خلص يعني هي قناعتي أنا إنه عادي بالنسبة للدخان منذ بداية العام الحالي تم توجيه 92 مخالفة و23 إنذارا وأغلقت 39 محل كوفي شوب وحجز مركبتين لقيامهما بالترويج والدعاية للتدخين من قبل وزارة الصحة كنوع من الحد من مخاطر التدخين التي تحتق بنا وتؤثر على معدل عمر الفرد فكر فينا وطفيها وغيرها الكثير من الحملات هل فكرت بها من قبل؟ واستثمرت حياتك من أجل من حولك؟ أخلت الجهات المختصة في لوائب صيرة بمحافظة الطفيلة عائلتين من منزليهما في منطقة ريعة جرأ انهيار جرف ترابي بطول 200 متر وارتفاع 40 متراً وفقاً لمصدر أمني التقرير التالي والتفاصيل تسببت أعمال إنشائية قام بها أحد المواطنين على فترات متباعدة إلى انهيار جرف ترابي بارتفاع يصل إلى 40 متراً وبطول لا يقل عن 200 متر في منطقة ريعة في بلدة بصيرة في محافظة الطفيلة إلى أضرار جسيمة في المنازل المجاورة له حيث أدى إلى تشكل التشققات والتصدعات في المنازل الأمر الذي دفع لجنة السلامة العامة في محافظة الطفيلة وبالتعاون مع الجهات المعنية إلى إخلاء هذه المنازل للحفاظ على أرواح المواطنين الهيارات بدأت في الشتوية المربعانية فنزلت الثلوج والشتاء مما أدى إلى انزلاق الأرض لأن التربة كانت ضعيفة والتربة كانت لا تتحمل عن ذلك الانجرافات الانهيار اللي حصل سببه أن الحفرية اللي حفروها ما عملوا قطعيات أو مصاطب فحفروها قبل سنة وما كملوا الجدار أو عملوا على بناء الجدار مشان حفاظ على البيوت الموجودة فيها السكان قعد السنة في المدة هذه صار انهيار قبل أسبوعين صار انهيار كامل حتى للدور الآن اصدعت وشردنا أهل المواطنين الموجودين فيها وأولادنا وعائلاتنا اضررنا وخطر وخوف كان علينا رئيس بلدية بصيرة أكد أن الجهات المختصة تعاملت مع الحادث بشكل مباشر بعد أن تقدم أحد المواطنين بطلب كشف لجنة السلامة على الانهيار التي بدورها أخلت المنازل مباشرة مشيرا إلى أنه سيتم تشكيل لجنة لبحث أسباب الانهيار والعمل على تسكين أصحاب المنازل خلال الفترة القادمة سيتم دراسة هذا الموضوع والاطلاع على آلية العمل والإجراءات المناسبة لعمل جدار في المنطقة لحماية المنازل التي اتأثرت نتيجة التشققات والتصدعات من جراء انهيار الجدار الترابي ويأمل سكان هذه المنازل من الجهات المعنية والرسمية بالكشف على المنزلين وتحديد حجم الأضرار التي لحقت بهما بأسرع وقت ممكن حفاظا على سلامة أفراد الأسرتين اختتم المؤتمر الوطني لدعم القضية العربية الأرثودوكسية أعماله في مدينة بيت لحم بمطالبة القيادتين الأردنية والفلسطينية للتدخل العاجل لوقف تسريب البطرياركية أوقاف الكنيسة الشرقية في القدس المحتلة وبيعها للاحتلال وأحمل المؤتمر البطرياركا ثيوفيلوس مسؤولية تسريب تلك الممتلكات في بيت لحم جاء المؤتمر الوطني لدعم القضية العربية الأرثودوكسية يجمع مسلمين ومسيحيين ومن مختلف المؤسسات الوطنية والدينية الفلسطينية والعربية حاملا شعارا يؤكدوا على أن أوقاف الكنيسة الأرثودوكسية وخصوصا التي في القدس منها هي قضية أرض ووطن وانتماء وهوية نحن نعتقد بأن استهداف الأوقاف المسيحية وتهميش المسيحيين في هذه الأرض المقدسة إنما هي قضية تعني كل الشعب الفلسطيني الاعتداء على المسيحيين في أوقافهم ومقدساتهم هو اعتداء على كل الشعب الفلسطيني ولذلك وجب أن نكون على قدر كبير من الوعي والوحدة والتضامن في تصدينا لهذه المؤامرة التي تستهدفنا جميعا ولا تستثني أحدا على الإطلاق عملنا بكل الطرق وكل المحاولات السلمية والمحوارية مع البطرياركية ومن خلال مختصين ومسؤولين بالحكومة العردنية والفلسطينية والحقيقة لم نصل إلى نتيجة نحن نقول بأنه الدور كبير علينا كعرب أرثودوكس وعلى المسيحيين بسرعة عامة وعلى كل الحركات الوطنية والإسلامية والحكومات تدعم هذا التوجه لأنه الموضوع ليس مادي الموضوع هو عدم بيع أرضنا إلى الاستعمار الإسرائيلي المشاركون أكدوا رفضهم القاطع لسياسة البطرق ثيوفيلوس من عمليات بيع وتسريب لأملاك أوقاف الكنيسة في القدس المحتلة للاحتلال وحكومته داعين لمحاكمته وإعلان عدم استحقاقه للبطرقية والعمل على استرجاع كل الأوقاف المباعة ووقف مختلف الصفقات مطالبين الحكومتين الفلسطينية والأردنية بمساءلة ومحاسبة كل المسؤولين عن صفقات البيع المشبوهة وعلى رأسهم ثيوفيلوس لم يأتي الوقف من قبل بسطاء الناس الذين أوقفوا لكمة عيشهم من أجل أن يأتي أحدهم من وراء البحر ويقوم بعملية بيزنس ومتاجرة يعني نهيك عن أنه يبيعه للطرف الذي سيستخدمه ضد أحفاد الواقفين لأن المصلحة واضحة نحن في صراع سياسي نحن في صراع قومي وفي صراع وطني تحت شعار كفى نهبا وتسريبا لممتلكات الكنيسة الشرقية يجتمع مسلمون ومسيحيون هنا في مهد السيد المسيح متهمين البطريارك ثيوفيلوس بالخيانة وتسريب ممتلكات الكنيسة الأرثدوكسية في القدس للاحتلال من مدينة بيت الأحمى المحتلة حافظ أبو صبرة رؤية افتتح تجمع أبو النوار البدوي شرق مدينة القدس المحتلة مدرسة جديدة ردا على قيام سلطات الاحتلال بهدم المبنى مرتين خلال عام واحد سعيا منه إلى تجهيل أطفال التجمع والضغط عليهم بهدف ترحيلهم من أرضهم تحديا للاحتلال وانتهاكاته المستمرة بحق تجمع أبو النوار البدوي شرقي القدس المحتلة وإصرارا على حق أبنائهم بالتعليم قام تجمع أبو النوار ببناء مدرسة جديدة لطلاب الصفي الرابع والخامس الابتدائي ردا على قيام سلطات الاحتلال بهدم المدرسة مرتين خلال عام واحد كانت الصف الثالث والرابع ليس لهم غرف صفية بحد ذاتها كانوا أول إشي في غرفة حلاقة وبعدها كانوا كمان في المضافة في مضافة التجمع البدوي فقررنا إنه ننشئ لهم غرفتين صفيتين إنه نحسن من وضع البيئي لهم الوضع الصفي لكن مثل ما شفتوا أنت قبل شوائي كانت الإدارة المدنية هون يعني إحنا عن فكرة عم نترقب الوضع بحذر نو إحنا متوقعين إنه يصير أي إجراء تاني ممكن يكون هدم أو مصادرة بيجوا أول يوم بيصوروا بيشوفوا أرض الوغ إذا كان فيه أي إنشاءات جديدة بيجوا على طول تاني يوم بيصادروها إذا كانت قابلة للمصادرة أو بيهدوها إذا كانت بناء من طوب تجمع أبو النوار يعد من أكبر التجمعات البدوية في القدس يتكون من 113 عائلة بدوية حاولت سلطات الاحتلال تقديم إغراءات عديدة لهم لكن نتيجة رفضهم التنازل عن أرضهم ازدادت انتهاكات الاحتلال بحقهم وخاصة بحق أطفالهم حصرت الانتهاكات في موضوع المدرسة في بداية شهر آبل ماضي تم مصادرة خلايا شمسية قدمت من دول الاتحاد الأوروبي للمدرسة عشر لوحات مع البطاريات مع التمديدات كاملة لليوم بتخوض صراع في المحكمة العليا على استرجاعهم في 13 عشرة 2016 تم مصادرة خزانات مياه أيضا من هذه المدرسة فما بعرف يعني إذا بدأت حكي على الغرفة الصفية بناء غير قانوني شو مشكلة خزان المي شو الإرهاب اللي بمارس خزان المي على دولة الاحتلال شو الإرهاب اللي بمارس خلية شمسية على دولة الاحتلال شو الإرهاب اللي بمارس أطفال من الصف الأول للرابع على دولة الاحتلال يقع التجمع بين ثلاث مستوطنات احتلالية وفي موقع استراتيجي يربط بين مدينة القدس والضفة الغربية حيث تسعى حكومة الاحتلال من خلال اعتداءاتها المستمرة عليهم إلى تفريغ الأرض من أصحابها لاستكمال مشاريعها الاستيطانية من تجمع أبو النوار البدوي شرقي القدس المحتلة آية الخطيب رؤية سبعة عشر عاما مرت على الجريمة التي ارتكبها جنود الاحتلال بحق الطفل الشهيد محمد الدرة ففي قطاع غزة وفي الثلاثين من أيلول عام 2000 اتقطت عدسة مصور فرنسي الجريمة التي تستذكرها عائلة الطفل محمد أمام عالم ما زال يصمت دون أي حاسب القاتل المزيد في التقرير التالي مهما مرت الأيام والسنين تبقى بعض المشاهد حاضرة في ذاكرة العالم أجمع صرخات نازفة مصحوبة بصوت الطلقات النارية وصورة لأب يحاول حماية ابنه خلفه تختصر حكاية لم تمت هي قصة الطفل الشهيد محمد الدرة كان موجود في رأسي أني أحمي ابني أنا أمتلع في الرصاص وأستشهد في هذا المكان وأبني لا يصاب بأي أذف أنا أتعايش هذه اللحظات إلى هذا اليوم لأنني كنت أدافع بكل ما أستطيع من قوة كي يبقى ابني حيا سبعة عشر عاما لم تمت معها حكاية لطفل نزف ونزف معه العالم بأكمله لكنه بالنسبة لوالديه حاضرا ربما غابت عنه الحياة لكنه لم يغب عنها كنت متطمنة كتير أنه مع أبوه في هذا اليوم سبعة عشر سنة مرت ونحس بالألم والحزن طول الوقت يفتكره ولا يوم ينساه محمد خرج من منزله مع والده آمنا ولم يعود إليه حتى اليوم رحال ولم يبقى حاضرا إلا في أذهان من أحبوه الذين كلما قرروا الاقتراب منه أتوا إلى قبره هذا قبر الشهيد الطفل الذي قتل بين يدي العالم محمد الدرة قضية مؤلمة ليس أنا واحدة تألمت بل الشعب الفلسطيني كله بكامله تألم على مشهد استشهاد محمد حتى أبناء أمتي العربية والإسلامية تأثروا تأثيرا كبيرا على هذا المشهد محمد الدرة ومحمد أبو خضير وقائمة طويلة طويلة لأطفال قتلوا وعذبوا على أيدي الاحتلال وأصبحوا عنوانا لما يعانيه الطفل الفلسطيني من احتلال إسرائيل منعوك القناة رؤيا غزة فلسطين تعهد رئيس الوزراء العراقي بالدفاع عن المواطنين الأكراد ضد أي هجوم محتمل جاء ذلك على وقع أزمة بين الحكومة المركزية وكردستان العراق نتجت عن الاستفتاء على الاستقلال الذي شهده الإقليم المزيد في التقرير التالي هل سيفهم اللبيب الكردي إشارات العبادي؟ التي وجهها لأكراد العراقي بتعهده بحمايتهم من أي هجوم خارجي أو داخلي محتمل جراء نتائج الاستفتاء في الاقليم؟ تلميحات جاءت إثرع صفة من التصريحات الرافضة لتوجه الاقليم بالانفصال عن العراق وجهها رئيس الوزراء العراقي عبر صفحته على تويتر تؤكد أن كردستان جزء لا يتجزأ من العراق ردا على مخاوف الاقليم من مناورات تركيا العسكرية مع الجيش العراقي وأعلان إيران أنها تعتزم أجراء مناورات مماثلة مع القوات العراقية على طول الحدود المشتركة العبادي بدى رومانسيا وهو يوجه كلمات للمواطنين العراقيين الأكراد بردت من سخونة تحذيرات رئيس منظمة بدر الشيعية من خطر اندلاع حرب أهلية بعد الاستفتاء الذي واجه انتقادات شديدة من حكومة بغداد ومن دول الجوار التي تضم أقليات كردية وتخشى أن يؤجج النزعة الانفصالية للأكراد في تلك الدول خاصة بعدما صوت أغلبية ساخقة في الاقليم نحو 93% لصالح الاستقلال في استفتاء مثير للجدل جدل انتقل من التهديد إلى استخدام السلاح الاقتصادي ضد كردستان إذ أغلقت بغداد ومجالها الجوية أمام الرحلات الدولية باستثناء الرحلات الإنسانية والعسقرية فيما أعلنت طهران تجميد مبادلاتها النفطية مع الاقليم إلى جانب غضب أنقرب وتهديدات أردوغان بأن أقليم كردستان العراق سيدفع ثمن هذا الاستفتاء غير المقبول كاشفا عن دور أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية في إجراء الاستفتاء منتكدا في الوقت نفسه رفع الأكراد العراقيين أعلام دولة الاحتلال خلال احتفالهم بنتيجة الاستفتاء أصيب أكثر من 300 شخص في مواجهات مع الشرطة الإسبانية التي حاولت منع إجراء استفتاء استقلال إقليم كاتالونيا وقد طالبت مدريد حكومة كاتالونيا بوضع حد لما وصفته بمهزلة الاستفتاء المزيد في التقرير التالي ليس هذا المشهد في دولة عربية ولا مواجهات وقعت في إقليم كردستان خلال عملية الاستفتاء إنما في إسبانيا وأكثر تحديدا في كاتالونيا أثناء توجه بعض سكان الإقليم إلى صندوق الاقتراع للتصويت على الانفصال عن المملكة العريقة شعب يريد الحياة وقدر أحمق الخطى قاده للمواجهة مع الشرطة الإسبانية التي استخدمت القوى لتفريق المقترعين وإغلاق أماكن التصويت حيث بدأ مئات الكاتالونيين التجمع صباح الأحد أمام مراكز الاقتراع في برشلونة ومدن أخرى في الإقليم للمشاركة في الاستفتاء الذي ترفضه السلطات الإسبانية منع يرفضه رئيس إقليم كتالونيا الانفصالي الذي أكد أن العودة إلى المنازل والتنازل عن حق الاستقلال وأمر لن يحصل مبينا أن حكومته اتخذت كل التدابير ليتم كل شيء بشكل طبيعي داعيا الكتالونيين إلى تجنب أي أعمال عنف عنف لم يتوقف عند مواجهات بين من ينشدون الاستقلال والشرطة إنما تجاوز حده في وقوع قسامات بين الكتالونيين أنفسهم وإن كانت غالبية كبيرة منهم ترغب في تسوية المسألة عبر صناديق الاقتراع مشهد العنف في شوارع الإقليم سبقه تظاهر الآلاف من المؤيدين الملوحين بالأعلام الكتالونية والرافضين الذين رفعوا الأعلام الإسبانية احتجاجا على الاستفتاء حول الانفصال لكن المفارقة أن طرفي المواجهة كانوا يهتفون بشعار واحد نحن أيضا كتالونيون في جولتنا حول العالم المزيد من الأخبار منها شهر أيلول يسجل أكبر حصيلة شهرية للضحايا في سوريا منذ مطلع العام وتركيا تفتتح أكبر قاعدة أجنبية للتدريب العسكري في الصومال قتل أكثر من 3000 شخص بينهم نحو ألف مدني خلال أيلول الماضي في حصيلة شهرية هي الأكبر خلال العام الحالي جراء احتدام المعارك وتكثيف الغارات على مناطق تحت سيطرة عصابة داعش في شمال وشرق سوريا دعا الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله إلى مواصلة المعركة في كل مكان للقضاء على عصابة داعش الإرهابية التي منيت بخسائر ميدانية متلاحقة في مناطق سيطرتها أعلن الجيش العراقي أن العمليات الجارية في المحور الشمالي والجنوب من قضاء الحويجة بمحافظة كاركوك قاربت على الانتهاء مشيرا إلى أن القوات الحكومية المشتركة سيطرت على 26 قرية في غرب القضاء وحررت سلسلة جبال حمرين زعمت جماعة الحوثي في اليمن أنها تمكنت من إسقاط طائرة استطلاع تابعة لطيران التحالف العربي شمال العاصمة صنعاء أعلنت زوجة موردخايف عنون النرويجية أن أوسلو وافقت على استقبال الخبير النووي السابق الذي كشف أسرارا تتعلق بالبرنامج النووي للاحتلال الإسرائيلي هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سكان بورتاريكو معتبرا أنهم يريدون أن يفعل آخرون كل ما يترتب عليهم وذلك ردا على تزايد الانتقادات لبطء أعمال الإغاثة الفيدرالية في أعقاب الإعصار ماريا الذي اشتاح الجزيرة افتتحت تركيا أكبر قاعدة أجنبية للتدريب العسكري في الصومال بهدف تدريب القوات الصومالية التي تسعى إلى تولي الأمن بنفسها في هذا البلد والذي يواجه أزمة منذ عقود ونبقى في أجواء الرياضة وهذه المشاهد واللقطات وبلا تعليق اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة